موسيقى لكن بحب نلاحظ عدة أمور بدخول المسيح إلى أورشليم أولاً لهوت المسيح نرى لهوت المسيح من خلال سلطانه على كل الأحداث ثبت وجهه نحو أورشليم إذ تكلم للتلاميذ أن ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم وسيسلم إلى رؤساء الكهنة وسوف يتألم ويموت ويقوم في اليوم الثالث فكان مدرك في كل الأحوال له السلطان الكامل على كل أحداث ونرى أيضاً معرفته المسبقة أي أنه كلي المعرفة عرف كل الأحداث التوقيت المناسب المكان المناسب وحتى الشخص المناسب والجحش ابن آتان الذي لم يركب عليه أي إنسان من قبل وسؤال الشخص كل هذه الأحداث عرفها يسوع المسيح نرى معرفته السابقة ونرى أيضاً سلطانه وسيادته المطلقة على كل الأحداث التي ضارت في هذا الحدث العظيم عندما دخل أورشاليم دخل على جحش ابن آتان تتميم للنبوة القديمة في سفر زكريا النبي في الإصحاح التاسع والآية التسعة أنه سيدخل راكباً على حمار ويكون هذا الملك وديع ومتواضع لاحظ أن دخول المسيح لم يكن على حصان أي دخول المحتل أو الغازي إلى بلدة معينة لأن المسيح كان يغزل قلوب بمحبته وكان يغير الناس بحنانه ولطفه لم يأتي المسيح ليبني ملكوت أرضي لكنه جاء كالملك السماوي ليبني الملكوت الروحي لكي يتوج رباً وملكاً على حياة الناس